تطورات في القابون حيث يؤدي قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغين جيمال قسم اليوم رئيساً انتقالياً للبلاد وفق ما أعلنت سلطات الانقلاب وكان أوليغي قال إنه سيعمل على مراجعة القانون الانتخابي وتنظيم انتخابات النزيهة بعد إقرار دستور جديد للبلاد وفق تعبيره وأضاف أن الانتخابات السابقة كانت فوضوية وشهدت عمليات تزوير لافتاً إلى أن الجيش تحرك لإنقاذ القابون وليس للقيام بانقلاب وسيعيد الأمور إلى نصابها لحسب قوله أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إيكاس عقد مؤتمر استثنائي في غينيا الاستوائية اليوم لتدارس الأوضاع في القابون بعد الانقلاب الذي أزاح الرئيس علي بونغو عن السلطة وعبر تيودورو نجويما نائب رئيس غينيا الاستوائية عن أمله أن يفضي اجتماع رؤساء مجموعة كاسش إلى اتخاذ قرارات وصفها بالقوية ضد الانقلاب لاستعادة النظام الدستوري في القابون والنيجر ترجمة نانسي قنقلاب